يَا أَيُّهَا النَّاسُ احْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ حالي العبادة ما غادتها إن غايتها سعادة الدنيا والآخرة قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن فلنحيي أنه حياة طيبة هذا في الدنيا ولا نجزي أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا في الآخرة